الداخلية في الافتقار للشرعية الشعبية عبر التطبيع مع الكيان الصهيوني مع الصهاينة والترابط والتورط بعار صفقة القرن وتريد الإدارة الأمريكية أن تبني شرق أوسط جديد ويريد ترامب فوزا مريحا في الانتخابات القادمة وتريد السعودية والإمارات ودول أخرى استمرار دعمها من الحليف الأمريكي الذي سيستمر دوما بنهب أموالها وخيراتها ومقدراتها ويريد الصهاينة أن يسيطر على المقدسات الإسلامية والمسيحية وينهو قضية اللاجئين ويكسر مفاتيح العودة عبر مشاريع التوطين ويثبت الاحتلال والاستيطان في الضفة ويتحول من كيان لقيط ومسخ إلى كيان طبيعي ويبيع النتنياهو الوهمة وهو يعبر عن افتخاره بتواجد صهاينة في مؤتمر البحرين ولكن إرادة هذه الأمة التي بقيت رغم كل محنها متمسكة بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين هي إرادة أقوى من كل إرادات التآمر وهي أقوى من أي زمن مضى وستسقط صفقة القرن وترمى أو يرمى بها في مزبلة التأريخ لم يكن مفاجئاً لنا خبر عقادي المؤتمر في البحرين وذلك لأن النظام يهرول نحو التطبيع منذ ما يزيد على العشرين عاماً ففي تسعينيات القرن الماضي كانت هناك علاقات وزيارات ووفود بل ومكتب سري للموساد الإسرائيلي في البحرين وكانت هناك علاقات وزيارات لوفود صهيونية بشكل سري وفي العام 2017 قبل انعقاد كونغرس الفيفا بفترة وجيزة استضاف النظام وفداً إسرائيلياً بكل وقاحة وبجاحة وعلنية وبدى واضحاً أن التصعيد الأمني والسياسي والقمعي ضد المعارضة في السنتين الماضيتين يستمد القوة من موجة التطبيع مع الصهاينة لأن في ذلك كسب لمزيد من التأييد من قبل الإدارة الأمريكية في المحطات والتحولات تكون هناك سلبيات وتراجعات ولكن أيضاً هناك إيجابيات فما يجري اليوم كشف الأقنعة ووضع النقاط على الحروف وأوضح حجم العزلة بين الأنظمة وبين الشعوب وجعل المشروع الآخر واضحاً جلياً أمام الجميع ومن الإيجابيات أيضاً ومن الإيجابيات أنه أعاد ترتيب الأولويات لدى الأمة وصدر فلسطين مجدداً ومن ذلك أيضاً أنه طرح صفقة القرن ومن ذلك أيضاً أن طرح صفقة القرن أعاد تشكيل المنطقة بما جعل من المطبعين والخونة أقلية معزولة منبوذة حتى ولو كانوا يملكون المليارات والسلطة والسطوة من المهم أن يعرف الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي بأن شعب البحرين بمختلف انتماءاته وتياراته وأحزابه هو رافض لصفقة القرن وهذا المؤتمر المشؤوم ولولا هذا القمع الحكومي الشديد للاحتجاجات السلمية التي تخرج منذ ثمان سنوات لشاهدتم البحرين تخرج عن بكرة أبيها وهي تدوس على أعلام إسرائيل وتهتف بالشعار الفلسطيني الخارج